اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دون حليفة موثوقة فيها حتى قادرت المنطقة وظلت لاعبة هامشيا فيها رغم استخدام السلاح الروسي في الحرب الاثيوبية الاريترية من عام 1998 الى عام 2000 حتى عادت الى المشاركة من جديد في اعمال مختلفة المجالات مواجهة القرصنة في البحر الاحمر عام 2008 وهي المشاركة التي تم لم تؤسس لاستدامة الوجود الروسي في المنطقة وايضا بعدها ظلت روسيا على مدار العقودة الثلاثة الاخيرة تحاول الانخراط الانتهازي في المنطقة من خلال تأمين بين الدولتين وايضا صفقات ببيع السلاح دون تأسيس لشراكة حقيقية مع دول اخرى رغم المحاولات المتقرفة لتغطنة نفوذها ايضا على البحر الاحمر وبعدها ايضا ورغم الصعود المكانة الافريقية فيها السياسة الخارجية بعد التبعات على وقع تفكك الاتحاد السوفيتي برضو في ذاك الحين الا ان مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الثقافي ايضا لا تزال محدودة بين الجاربين حتى للان مثلا وبرضو لا يمكن ان نقول الفصل بين الانخراط الروسي في المنطقة وبين السياستها الاوسع في منطقة الشرق الاوسط وكذلك ايضا سياسيات التنافس الدولية على منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي وربما ايضا اقامة مواعد اقامة قاعدة عسكرية على البحر الاحمر لا تم فصل عن اهداف تكثيف انخراط في المنطقة فشهد الموضوع اقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الاحمر حالة من الجدل وايضا على الخيارات الاستراتيجية على مدار العوام القليلة الماضية الفاتت يعني وبعد أن البحر الأحمر الذي يمر من خلاله النفط عبر الباب المندوب أحد الأولويات الروسية التي تعد بجانب السعودية أحد منتجي النفط وضامني أسعار عملية ولعل ذلك أصلا يؤكد هذا كله يشرح أن العلاقات الأفيبية الروسية كانت من زمان من فترات الحرب القديمة ومن الإمبراطوريات وكان هناك تواجع سكاري برضو وأيضا المكالمات التي جرت بين الرئيس الروسي وولي أحد السعودية قبل زيارة الرئيس الأمريكي لشرق الأوسط وكذلك أيضا قبل جولة لافورف الأفريقي كان عمل الرئيس رافورف جولة لأفريقيا الذي اتضح البعد العربي فيها خلال مؤتمر الصحفي مع أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو القيد بعد آخر زيارة له لافورف إلى إثيبيا عام 2018 برضو جاء كمان العام الماضي عام 2022 يوليو 26 يعني زي الشهر هذا السنة الماضية كان يجى وزير الخارجي الروسي سيرجي لافورف وبعد ضمن جولته الأفريقية بدأها من مصر مرورا إلى البانكوك وأيضا إلى إثيبيا بعدها إلى إثيبيا إلا أن ينيها في أوغاندا هو كان مفكر أن يمشي مصر وبعدين أوغاندا وبعدين يجي إثيبيا وبعد الزيارة حقته ينهي على أوغاندا وتأتي هذه الزيارة ضمن سياقات أوسع منها المحاولة الروسية لفك طرق العزل القربي عليها على وقع الحرب الروسي الأوغراني برضو أن روسيا مرت بحرب مع أوغرانيا فلما جاء الوزير الخارجي الروسي لإثيبيا كان في تفكيرات كثيرة وكانوا قالوا رح يسووا تعاون واتفاقيات أكثر يعني وكذلك أيضا الصعود الأفريقية على الساحة الدولية فضلا عن التحولات الطارئة على تحالفات إثيبيا الخارجية يعني جو إيجا عشان يكون فيه صعود أفريقية على الساحة الدولية وأيضا فضل التحولات الطارئة وأيضا في هذاك الحين هو أشار جدول الأعمال إلى مناقشة التطرفين في تاريخ العلاقات بهنهم وكذلك مراجعة وضع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بما فيها اتفاقية سفيرة التي تم توقعها عام 2018 وكذلك مستقبل التعاون والعلاقات بين البلدين بين إثيبيا وروسيا في ضوء المستجدات على الساحة الدولية وكذلك مستجدات الوضع في القرن الأفريقي ككل في الداخل الأثيبي على وجه الخصوص يعني هما أصلا هو لما جاي فيه تخطيط وفيه أفكار وفيه تعاون مفكرين أنه يتفقوا على اتفاقيات كثيرة وبرضو أيضا أنه يزيدوا تطوير كثير على التعاون بين البلدين وتأتي هذه الزيارة بعد آخر زيارة أجراها وزير الخارجية الأثيبي دم كما كنا إلى روسيا العام الماضي يعني قبل العام قبل 2022 وأيضا لبحث السؤول للعلاقات الثنائية بين البلدين وسط الضغوط القربية وعلى إثيبيا بما فتح مجالات للتقارب الروسي الأثيبي وحسب وكالة الأنباء أيضا في ذلك الوقت من المفترض أن تتم مراجعة الاتفاقية ومصار العلاقات بين البلدين بين إثيبيا وروسيا يعني حسي في اتفاقيات وكانوا عملوا تعاون ويعني حاولوا أن يجتمعوا يصلحوا يعني يحسنوا التعاون بين البلدين وأيضا هناك تمت اتفاقيات هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع كان في اتفاقيات بمختلف المجالات بالطبع أكدت وزارة الابتكار والتكنولوجيا أن جمهورية أسيبي الفيدرالية الديمقراطية وروسيا الاتحادية أنهم قد وقعت اتفاقية لإنشاء وتشغيل مركز روسي أسيبي مشترك للبحوثة البيولوجية وتم التوقيع الاتفاقية على هامش القمة الروسية الأفريقية الجارية في سانت باترسبرغ من طبع الوزير الابتكار والتكنولوجيا بلد أمولا ووزير العلوم والتعليم العالي بروسيا فالري فالكور وأيضا وفقا للاتفاقية سيتم تحويل البعثة البيولوجية الروسية الأسيبي المشتركة التي كانت تعمل لمدة 35 سنة إلى مركز أبحاث بيولوجية وستصبح مؤسسة بحسية دائمة وأيضا على مدى السنوات التي تلت أنشئت البعثة وأجر العلماء الروس والأسيبيون الكثير من الدراسات العديد من الدراسات العلمية التطبيقية على وجه الخصوص وتضاعفت قائمة الحيوانات والأسماك المعروفة التي تعيش في أسيبيا وقال أيضا وزير الابتكار والتكنولوجيا بلت أمولنا أن الاتفاقية الحالية ستوسع لطاق البحث الذي أجراه أجراه الباحثون ونحسون الروس في الماضي وانتلاك ملكية مؤسسية للبحث حتى تتمكن أسيبيا من الاستفادة من هذا القطاع ومن المتوقع أن تساهم هذه أنشطة المؤسسة البحثية الجديدة في زيارة البحث الهادفة إلى التحقيق إلى أهداف العملية لتنمية الاقتصاد الأسيبي حتى تتمكن أسيبيا وخاصة في القطاع الزراعي وأيضا تم التوقيع على هذه الاتفاقية بعد أن أجرى بعد أن أجرى خبراء ومسؤولون من كل البلدين مناقشات وتحضيرات وما تزال هناك اتفاقيات كثيرة عقدت بين البلدين يا ريسل التحدثين نعم أحمد هناك قبل فترة أكد السفير الاتحاد الروسي لدى إثيبيا يفكيني أن العلاقات بين روسيا وإثيبيا متبادلة منفعة وصلبة وتقوم على الاحترام الموثوق بين البلدين جاء ذلك في كلمة السفير خلال حفلة نظاماته السفارة الروسية بعد سببا بمناسبة الزكرة الـ 125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إثيبيا وروسيا بحضور عدد من السفر مختلف بلدان وكبار المسؤولين أيضا من الخارج والداخل كانوا عملوا احتفالات قبل بمناسبة في الزكرة الـ 125 للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وأيضا أشار إلى أن المرحلة الحالية من الشراكة بين البلدين جديدة بالثناء للقاية وأيضا وفقا للسفير الروسي قدم المبعوث الروسي فلسوف الذي وصل إلى ديس أبوبا كرئيس لبحثة التمثيلية في فبراير عام 1898 والتي هذا بوقت الامبراطور كانزار إثيبيا والتي تضمنت قافلة عسكرية من القوازق بالإضافة إلى الدبلوماسيين أيضا في هذه المناسبة وأراقة اعتمادة إلى امبراطور إثيبيا منيلك الثاني زي ما قلت لك هذا المبعوث الروسي كان جاء في فترة الامبراطور عام 1898 فترة الامبراطوريين القديمين الإثيوبيين الامبراطور منيلك الثاني أيضا كل هذا يذكرنا مرة أخرى بأن الدبلوماسية والجيش يسيران دائما جنبا إلى جنب في تعزيز وحماية مصالح السياسة الخارجية الروسية هذا ما ذكره المبعوث الروسية وأضاف أن خلال معركة عدوى الشهيرة أيضا كانت مجموعة من المتطوعين الروس بقيادة نيكولاي في جيش الامبراطور منيلك الثاني برضو يعني شوف العلاقات بين إثيبيا والروسيا من فترة الامبراطور يعني فترة طويلة أنا مرجع سنين سنين كثيرة أكثر من مئة وحاجة سنين وأيضا أشار إلى المبعوث أن موسكو وأديس أبوة تحافظان على التعاون بين البلدين وأيضا محافظين على حوار سياسي مكثف على أعلى المستوى وتتزايد الاتصالات البرلمانية أيضا بين الدولتين الداخلية ويتوسع التعاون الإنساني والتفاعل خلال الدبلوماسية العامة بين الدولتين وأيضا أكد المبعوث أن بلاده تقدر تقديرا عاليا نهج أديس أبوة المنطوب والعقلاني أيضا تجاه أكثر المشاكل الدولية حتى في مسيرنا وعصرنا واليوم وأيضا كما كان في الماضي وأيضا تتحدث بلاده من نفس الموقف اللي حاصل بين الاثنين مواقف مماثلة في المنصات الدولية فضلا عن دعم بعضهم البعض يعني الدولتين متعاونين أصلا من فترة الإمبراطور وحس بعد التعاون داك في تعاون اقتصادي وتعاون تجاري وأيضا هناك اتفاقيات وحيات كثيرة يعني بين الدولتين صارت وتخيل بعدها أيضا كانت هناك مباحثات أجروها وزير المياه والطاقة أيضا الدكتور هابتامو كان الاستثمار الطاقة مع السفير الروسي في إيثيويا يعني تكلم عن الاستثمار بين الدولتين برضو وحينها قال الدكتور هابتامو إن تربطهما صداقة قوية مع حكومة وشعب روسيا وحكومة وشعب إيثيوبيا يعني الشعبين والحكومتين متعاونين يعني متداخلين جدا وأن هذا شهد في المحافلة الدولية وأيضا أنه في مجال التنمية تم ذكر المساهمات التي تم تقديمها بناء مشروعات كثيرة قبل كذا كان فيه مشروعات اتفاقية أنت ذكرت اتفاقية وأيضا يعني في الماضي كان فيه اتفاقية عسكرية بين الدولتين اتفاقية أنه يعني يتعاون في موضوع الأسلحة بين الدولتين وأيضا ووقتها تم تقديم مشروع التاغة الكهرمائية برضو وزير المياه والطاقة الدكتور هاتتامو عقد أنه يبدو الاستثمار بين الاستثمار الكهربي والتاغة الكهربائية بين روسيا وإيثيوبيا تخيل أن التاغة الكهربائية بتاعت إثيوبيا بسبب موضوع صدر نهض برضو وصلت أنه نعمل تعاون مع بلدان الخارجية أنه يكون فيه تعاون كهرمائي ووقتها شرحوا المجالات التي يمكن للشاركات الروسية الإنخراط فيها أيضا في مجال الطاقة وأوضح أنه إمكانات الطاقة المتجددة في إثيوبيا عالية جدا ويمكن أن تواصل العمالة الجارية لربط شرق أفريقيا بالطاقة الكاملة وذكر أيضا أن إثيوبيا تنتج حاليا أكثر من 5 ألف ميجاوات من الطاقة وأن إمدادات الطاقة ستتضاعف عند اكتمال صد النهضة الكبير يعني ستكون أضعاف أكثر من هذا الرقم لما الصد النهضة الكبير ينتهي وأيضا عندما نتحدث برضو كانت اتفاقيات التجارية واقتصادية بين البلدين استطاعت روسيا عبر الترويج لمبادئ العلاقات المتكافئة بين البلدين عملوا اتفاقيات التجارة وايضا الاقتصاد بين الدولتين وايضا ممكن نقول أن الاقتصاد والتجارة فيما يتعلم بحجم التجارة الإثيبية الروسية فخلال عام 2022 خلال عام 2020 قبل ثلاثة سنة كان للروسيا صافي تجارة مع إثيبيا كان بينهم تجارة صافية كذا بين الدولتين في مجموعة النباتية بعد التعاون التجاري والتعاون الاقتصادي وانت ذكرت أن التعاون الاتفاقية اللي عملوها بين الدولتين أجرت إلى تعاون يعني خلط الدولتين يتطوروا في علاقتهم وتعاونهم مع بعض ويريت انت تحدثني يعني وقبل فترة قصيرة وردو كانت فيه القمة الروسية في بيترسبرغ في روسيا كان في قمة شاركت فيها شاركت فيها إثيبيا يريت لو تحدثنا عن موضوع هذا أكثر انتقاما تمام انطلقت القمة الروسية في سانت بيترسبرغ بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا وعدد من قادة دول القرى السمراء وقالت الخارجية الروسية إن محاولات الدول الغربية لإفشال هذه القمة باتت بالفشل وأضاف أن روسيا مستعدة لإرسال الحبوب إلى البلدان الأفريقية من دون مقابل مؤكدا قدرة بلاده على تعويض القارة عن الحبوب الأوكرانية وذلك بعد انسحاب موسكو من مبادرة تصدير الحبوب التي ترعاها الأمم المتحدة وأضاف بوتين أن الغرب هو من يعيق تطبيق مبادرة الحبوب رغم التزام روسيا التام بها وتعقد القمة على مدى يومين إلى جانب منتذى اقتصادي وإنساني في سان باترسبرغ ثاني أكبر مدينة في روسيا وتعول موسكو على نجاحها في ضوء استراتيجية توسيع نفوذها في القارة الأفريقية وتشارك في القمة وفود من حوالي خمسين دولة أفريقية رغم ضغوط غير مسبوقة مارسها الغربيون لساني الأفريق عند الحضور مفقل لما قال هو الرئيس الروسي بوتين وقال الرئيس في كلمة ترحبية بالمشاركين أن تعاون بلاده مع أفريقيا بلغ مستوى جديد في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن القارة السمراء أصبحت أحد أقطاب العالم متعددة الأقطاب وروسيا تعتزم تطوير هذه التعاون لتحفيز التجارة والاستثمار والعمل على حل مشاكل ملحة في أفريقيا مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيير المناخي ولدى استقبال رئيس الوزراء الأسوبي يعني لما استقبل بوتين رئيس الوزراء الأسوبي قال بوتين أن روسيا تسمن العلاقات طويلة الأمن مع ريسابابا مشيرا إلى أن أسيوبيا أول دولة في القارة الأفريقية تبني معها موسكو علاقات دبلوماسية وكان ذلك قبل 125 عاما حسب قوله طيب بما أني تحدست بهذا الشكل عن القمة الروسية هل هناك أي شيء تضيفينه نعم أحمد زي ما قلت لك أنه العلاقة بين إثيبيا وروسيا علاقة طويلة الأمن من فترة الأباطرة الامبراطوريين الأثيبيين القدماء وأيضا من إلك الثاني من فترة يعني قبل أكتر من مئة وحاجة والسنين علاقتهم كانت من ذاك الحين وحتى الآن هي تواصل العلاقات بينهم أيضا اتطورت العلاقات بين الدولتين وهذا شيء يفرح ويساعد البلدين على تطويرهم وتحسين العلاقات ويعني تحسين علاقات بين أي دول دولتين يعني تحسين علاقات الدول هي يعني تنفع للدولتين وتنفع للشعوب وحكومة الدولتين حكومة حكومة روسيا وشعبها وحكومة إثيبيا وشعبها يعني فيه تداخل فيه تعاون بين الدولتين وياريت يجتمر هذه العلاقة وتطور أكتر إن شاء الله شكرا لك نازري أفوان أحمد مشاهدين إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي في برنامج آخر كنوا في رعاية الله وحفظه